اشتركوا في القناة ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية وبهذه المناسبة أعرب بعالي الوزير عن فخره واعتزازه بأداء وتضحيات رجال الدفاع المدني وتعاملهم المهني والالتزام بسرعة الاستجابة والعمل بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية والكفاءة والتحلي بالشجاعة والجرأة في مواجهة الأخطار والتدخل السريع وحسن تصرف التعامل مع كافة الظروف والأحداث مضيفا أن مهمة رجل الدفاع المدني ليس لها وقت أو مكان محدد ولا يعرف حجم العمل الذي سيواجهه وهو أمر يحظى بتقدير من المجتمع في طار الرسالة النبيلة التي ينهض بها الدفاع المدني من أجل تعزيز السلامة العامة وأوضح أن هذا الأداء المتميز يعكس ما يتمتع به رجال الدفاع المدني من أحساس بالمسؤولية الوطنية مثمنا اتباعهم الخطط والبرامج المتطورة في مواجهة الأزمات والكوارث في طار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات والنهوض بمسؤولياتهم الإنسانية النبيلة التي تتطلب تضحيات من أجل إنقاذ وسلامة الآخرين وأشار معالي الوزير إلى أن الوعية بإدراك المخاطر التي تؤثر على سلامة الإنسان وحماية الممتلكاته يشكل الأساس في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتحاشي الكوارث التي من شانها إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات أو التقليل من آثارها وتداعياتها السلبية منوها إلى استمرار الجهود المبذولة لتطوير الدفاع المدني ومواكبة التوسع العمراني الحاصل في مملكة البحرين وفي الوقت ذات اتخاذ الاستعدادات المسبقة لمواجهة أي حدث في المستقبل في ظل التطورات التي نمر بها وخلال الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يقام هذا العام تحت شعار المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ألقى مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لدعم معالي الوزير للدفاع المدني وتوجيهات معاليه المستمرة بمشاركة كافة الجهات الوطنية في نشر مفاهيم ورسالة الدفاع المدني والحرص على الارتقاء بالأداء منوها إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات هذا العام بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الدفاع المدني لدى العديد من شرائح المجتمع مشيرا كذلك إلى إشراك عدد من القطاعات إيمانا بمبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات بعد ذلك قام معالي الوزير بتدشين مسابقة تحدي رجال الإطفاء مؤكدا أن هذه المسابقة تعكس جزءا بسيطا من جهود رجال الدفاع المدني وتنمي روح التنافس الشريف ويشارك في المسابقة عدد من الشركات الكبرى من خلال قطاعات السلامة حيث تدف المسابقة إلى غرس روح التحدي والصبر في نفوس رجال الدفاع المدني مع التوجه لتوسيع نطاقها في المستقبل من أجل تعميم الفائدة وتبادل الخبرات كما قام معالي الوزير بتكريم عدد من شركاء الدفاع المدني من الشركات الصناعية وغيرها من الجهات المعنية بالإضافة إلى عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني الذين قاموا بخدمات متميزة في مجالات الإنقاذ ومكافحة الحرائق